اهلا بحضراتك نرجع Sؤالنا المدرب اللي بيصنع اللاعب ولا اللاعب اللي بيصنع المدرب بقية البيضاء الاول ولا الفرخ الاول الفرختين والبيضاء طبعا المدرب محتاج خامة يشغل عليها واللعب محتاج مدرب فاهم اذا طلعكم الاثنين دول يطلع عمر افتراضي للعضلة مين بيأثر على الثاني اكتر وكيد طبعا المدرب لأن المدرب هو اللي سايق هو اللي سايق أكيد طبعاً المدرب هو اللي أحياناً يعني أنا دا الوقتي مثلاً بشوف على الفيديوهات في الفيسبوك لولاد صغرين سبعة سنين وتبع السنين بيعابين لططهم حواجز وطبعاً دا محتاج المدرب اللي تقفش بيعمل كده يروح السجن طبعاً إن الليسة العمار السنية في سنوية ما تتملتش لسة لجهزة ومناشي عضلاته مضاغم عضلاته بتتبني لسة بيحصل هنا في مصر الكلام أه طبعاً فلأ يعني هي المدرب لازم بيدي الوزرين أحمال المرحلة العمرية دي تاجة سكيلز بس مهرات بس بعد كده فيه ثلاث مراحل قبل النمو أثناء النمو وبعد النمو كل مرحلة الليها شكل تقريبي معين فلأ المدرب الفاهم اللي هو زي ما أنت بتقول كده مش عايز طبعاً أتكلم يعني على نفسي يعني أو كده لكن الحمد لله في أي وقت أنت موجود فيه مع أي حد تحس إن فيه كيميا تطوير حصل يعني حتى من ناحية النفسية والعادات والحاجات طيب أنت عدت فترة كبيرة قوي عدت حوالي قد إيه مع تدريب الناشئين في الندلة عشر سنين عشر سنين بدأت تشتغل مع جوزي من سنة كام؟ ألفين؟ ألفين بعد ديكسي بس شكلتنا مع ديكسي في الأول ديكسي الأول حكينا حصل كيميا بينك وبين من جوزي وحققت مع إنجازات ملاش أول من آخر 36 بطولة 36 بطولة؟ أنا 36 بطولة مع 22 مع جوزي 22 ده رقم قياسي طبعا وطبعا ده المدرب التاريخي للنادي الأهلي اخترك إزاي؟ لا أنا كنت موجود موجود وهو يعني يعني زي ما بيحصل دلوقتي النادي الأهلي بيقول عزين المدرب مساعد مصري اسمه كذا المدرب بيوافق بس دلوقتي اللي بيجي بيجي بالجهاز بتاعه دلوقتي ما إحنا يعني إحنا عندنا في النادي الأهلي دي حاجة كويسة جدا متفردش حاجة على حد جاي عشان بعد كده ما تيجي تحاسبه يقولك أنت الفردت علي ولمش ما تدخلت وفردت علي لا وده الصح طبعا النادي الأهلي عردك عليه فقال أوكي اه هو كان برضو وانت ومين مع المدربين المصريين؟ كان حسام عرابي وكابت المختار مختار وحسام البدل كويس كان حسام عتقد ساعتها الشغل مدير كورة اه الأول كان بيديني عشر دقايق مع الحراس اه عشر دقايق بس وبعدين بدأت ديني تلت ساعة وبعدين جي قال لي تعال أنا عايز الحراس يوم الثلاثة حدد لهم يوم معاي إذا كتبهم في آخر التمرينة كده ماشي وكي بقت السقة خلاص بقى بقى يتفرج على التدريبات طب هل ربع ساعة أو عشر دقايق كان كد كفاية؟ وهي الشطرة بقى ان انت تعمل وحدة تزاود الشدة تكيف بقى كل حالة فيهم تقلل الحجم وتزاود الشدة وتقلل الفتاة يعني على حسب اه فقوة شاف وما هو بيزنقني هو بيختبرني اه فلاقى ان انا بتصرف فيهم اه محضر نفسك اه اه وعملت له بروجرام بالبرتغالي كمان اه السنة كلها اه جبتوا مترجم بقى وزبطتوا لا عدنا عدنا ها استغلنا على البروجرام عربي وبعدين برتغالي مم بتاع ببرتغالي؟ دلوقتي ايه اب اعرب برتغالي برتغالي كم الكيلو؟ لا برتغالي بتكلم كويس عشان انا عشت معاه عشت السنين اه طبعا بعدين حتى الاجازة كان يقول لي تعالى وتجي تروح له هنا اه فا فا يعني انا فاكر وهو ما راح اشتغل في ايران كنا اخر سنة مع النادي الالف السفرية بتاع اثمالي اللي كان حصل فيها الجينا بطايرة حربية وكان فيه قلق هناك في البلد تقال لي بقى احنا رايحين ايران وكده نخفتش الاول طبعا يعني قلت ايران لا بس خليها قبل ما اتروح ايران احنا اتكلم عن النادي الاهل دلوقتي كان فيه يمكن مانو الجيزي جي اول سنة في النادي الاهل ما حققش فيها حاجة فساب الفرقة ومشي سافر بعد كده جي بمفرير جي الخطيب وياسيم منصور راح وجابوه بعد كده بعدها بفترة بيحصل كميا بين اللاعبين وبين المدرب انا كنت في ليبيا مع الكابتون انا في ليبيا اه في السنة دي اه اللي هو وسائق رايح هو رجع ايه ايه وانا في المطار قلت له انا رايح ليبيا قال لي مش هتوقت كتير ده جوزي اه قالك مش هتوقت كتير مش هتوقت كتير ليه قالك كده هو كان حس انه راجع اه فقلت له مع عموما انا في يعني لازم اشتغل ورحت معا ايران بقى روحت معا كابتن انور الاول ليبيا وبعدين لقيت الكابتن حسن بيكلم كابتن حسن حمي اه قال لي مستر منول عايزك ومش هينزل لما تيجي انت بتاخد كم عندك قلت له باخد سبع تلاب دولار اه قال لي مش هتاخد كده في النادي الاهل وقلت له احنا في النادي الاهل بنسل احنا بناخد كم اه ورحت للكابتن انا قلت له قال لي لازم هتفش كل الدنيا قلت له النادي الاهل يا كابتن فلمت حكت كلها ورايح المطار فهو قال له من رايح بس يجيب لبس الشتوي ورجع ده كابتن قال لي الناس في ليبيا كده اه كان معايا واحد اسمه ورجع في طوله كان جون في ليبيا جون جامد جدا كان ايدالي الفرق قال لي والله كان بيقوله على المدرب الاستاذ والله يا استاذ انت شكلك مراجب دي شنو انت واخد ليبيا كلها معك زيارة اه وجيت طبعا كملت معايا عشر سنين عشر سنين اه انما كان تجربة ايران دي قابلي كده تجربة ايران دي بعد شوية بعد السبع سنين ماانا رحت ايران وبعدين رحت القطر وبعدين جيت على المنتخب يعني خلاص فترة النادي الاهل امتهت ده كلام ده كله بعد جوزي عدت معا في ايران الاول وبعدين بعد ايران رحت انت الوقتي عدت رجعت من ليبيا على النادي الاهلي على النادي الاهلي عادنا شوية بقى عادت مع اثنين وعشرين بطولة اه عادنا شوية بقى عادنا خمس ست سنين بقى شغل بعض الناس كانت بيقولك على مان如果 زي انه دكتاتوري في افكاره وفي طريقته وفي كلامه مع اللاعبين أو مع الإدارة وكلامه إلا أنا عاوز كذا يعني أعاوز كذا محالا إنت لازم تبقى تختار الأسلوب اللي إنت حتدير به العمل شخصيته قوية جداً وفي نفس الوقت مزخرة يعني الاتنين يعني كان في نص ساعة كده شغلي شغله أول ما يلبس الوش الخشب أول ما نزل الملعب ما قدت لإن ترمي الإبرة ما ترنش كم مع لعبة جديد كم مع لعبة جديد شديد وإحنين وكوميديان بيعرف يتعامل معه طبعا وفيه مدربين كتير اشتغلت معهم كده فيه مدرب طبعا مستر كوبر ده حكيم من المدربين ده هنتكلم عليه طيب انت عدت مع جزيح حققتوا 22 بطولة ايه اسعد بطولة كسبتوها وكانت غالية عليكوا اوي وفرحتوا بيها اوي السفاقسي واحد واحد في اخر دقيقة كاس عالم عندي اه جونا بتاع ابو تريكا انا حصل موقف معايا غريب جدا كان المدرب الحراس هناك بتاع السفاقس كابتن احمد الضهراوي مصري اه فانا المطشي خلص خلاص فرايح ابركله وانا رايح ابركله الجول جاي الجول جاي هو اللي جالك بريكلة وعياض بقى ونهنهى وراح واحد رايح اكسر عالم بعد دقيقة اه مفيش دقيقة اه وانا طبعا رايح اكسر عالم ثلاث مرات قبل كده فزوقين انت رايحه بعشان تهني مصري وعشان اكبره نعم فعياض بقى وبتاعه ورجعنا بقى احنا رحنا على اليابان اشتركوا في القناة